موسيقى حياكم الله وبياكم مشاهدين الكرام كيف نشأت مدينة القيروان ومن أنشأها وما اسمها الآن كيف كان النقد القديم في شمالي إفريقيا ومن أهم أعلامه ومن أبرز الشعراء والأدباء في مدينة القيروان سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الرابع أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الرابع نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جريسن التركية مرحبا بكم أستاذنا أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله ونرحب أيضا مشاهدين بضيفنا عبر اسكايب من مدينة جريسن الدكتور محمود بن راس أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة جيرسون التركية حياكم الله ومرحبا بكم دكتور أهلا بكم ومرحبا إذن دكتور حمدي نبدأ منك وحدثنا عن مدينة القيروان عن نشأتها من أنشئها وما اسمها الآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان رمودين وبع في الحقيقة عندما بدأ الفتح الإسلامي يدخل في شمال إفريقيا بعد مصر كان المسلمون يتخذون من مصر ومن بلاد الشام أو ما يسمى بدمشق مقرا لهم فكانوا يفتحون أو يغزون ويفتحون بعض المناطق ثم يعودون إلى مصر أو إلى بلاد الشام لم يكن لهم مقر يقرون فيه فهذا استدعى أن يجدوا مقرا في هذه الأماكن لأنهم عندما يفتحون هذه المناطق ويعودون كان أهلها يرتدون مرة أخرى عن الإسلام وينقضون العهود التي أخذت عليهم نعم فما كان من معاوية ابن حديج الذي غزى هذه المنطقة ثلاث غزوات سنة أربع وثلاثين وسنة أربعين وسنة خمسين من أن اتخذ مكانا يسمى القرن وحفر الآبار وبنى المساكن وسميت هذه المنطقة بالقيروان هذه القيروان الأولى ثم لما تولى عقبة ابن نافع الذي توفي سنة ثلاث وستين من الهجرة لم تعجبه هذه المنطقة فسار في المنطقة ورأى مكانا أفضل من هذا المكان لكنه كان ممتلئا بالأشجار وغير الأشجار وكان فيه كثير من الحياة والعقارب والوحوش فما كان منه إلا أن نادى على هذا المكان كما يذكر ابن الحكم صاحب فتوح مصر وشمال إفريقيا فيذكر بأنه نادى على من في هذه الأجمى من الوحوش والحيات والعقارب فقال لهم إنا نازلون فارتحلوا نعم وكان عقبة ابن نافع مستجاب الدعوة فيعني رواية تقول بأنه نادى عليهم ثلاثة أيام ورواية قال بأنه نادى عليهم ثلاثة مرات في يوم واحد وانتظروهم إلى أن خرجوا فخرجوا جميعا حتى إن كتاب التاريخ الإسلامي وكتاب السير يكتبون بأنه بقيت هذه المنطقة لمدة أربعين عاما لا ترى فيها حية ولا عقرب بفضل دعاء سينا عقبة هذه المنطقة تخذت القيروان وصارت عاصمة لولاية شمال إفريقيا يعني قبل تونس وقبل أن يدخلوا إلى المنطقة ما يسمى تونس وسميت أيضا إفريقيا نعم سميت إفريقيا ثم بعد ذلك صارت تونس تابعة لتونس لأنها خربت على يد بعض القبائل العربية التي ذهبت إلى البلاد المغرب نعم فلما خربت صارت تسمى تابعة للبلدة الكبرى وهي تونس دكتور ما أصل اسم القيروان يعني قالوا بأنها من الألفاظ الفارسية المعربة يعني هذا ما يذكره اليقوت الحموي يقول القيروان يذكر نقلا عن الأزهري في تهذيب اللغة القيروان معرب وهو بالفارسية كارابان لأن الواو المتحدث النقذي بالفارسية يقول وقد تكلمت به العرب قديما يعني مما عرب دخل إلى العربي هناك أثر أمر القيس وغارة ذات قيروان كأن أسرابها الرعال أمر القيس أمر القيس وما دامت اللفظة وردت في شعر عربي قديم في العصر الجهلي فصارت عربية بالتحدث صحيح وفي جزئية أريد أن أقول في المعرب الفارسي يعني قالوا بأن كثيرا من الألفاظ التي قال عنها العرب بأنها فارسية نسبتها غير صحيحة لماذا؟ قالوا لعلها من موافقة اللغات هذا أمر أو الأمر الآخر ربما تكون من العربية الأولى العربية الأولى يقصدون الأرامية كل هذه يسمونها العربية التي لها أصل واحد أصل واحد ودخلت إلى بيب الفارس ثم دخلت مرة أخرى إلى بيئة العرب أصلها عربي أصلها عربي نعم نعم إذن من هنا دكتور محمود حياكم الله مجددا حدثنا إذن عن النقد القديم في شمالي أفريقيا ومن أبرز أعلامه نعم تحية أخرى لكم ولي المشاهد الكريم في الحقيقة لما يتحدث المؤرخون والباحثون غالبا لما يكون الموضوع بلاد الغرب الإسلامي يعني الدولة الصنهاجية خاصة يعني يتحدثون بالخصوص عن فترة الدولة الصنهاجية خاصة فترة المعيز بن باديس وابنه تميم من بعده حيث يذكر المؤرخون أن البلاطة الصنهاجية في هذه المرحلة ازدحم بأعداد كبيرة من رجال العلم والسياسة والثقافة والأدب وكثير من الشعراء الفحول المغاربة الأصليين مع عدد لا بأس به من شعراء الأندلس وعدد بسيط من المهاجرين المشارقة إضافة إلى عدد كبير من علماء اللغة والكتاب والنقاد وهذا كله في فترة الدولة الصنهاجية ولا ينكر أحد أن القاعدة التي انطلق منها الأدباء والنقاد المغاربة في تلك الفترة وقبلها وبعدها كانت الترافة المشرقية بكل طرائه وتفاعلاته ومميزاته لكن المغاربة استداعوا مع تراكم السنوات والرغبة في تحقيق الذات أن يعرفوا عن أنفسهم بأسلوب خاص عكس شخصيتهم وواقعهم وتجلد ذلك في كتاباتهم وأشعارهم ونقدهم فشكلوا بذلك مدرسة أدبية ونقدية خاصة بهم ولعلنا نذكر أن من أهم نقاد هذه الفترة وأعني بذلك فترة الدولة الصنهاجية عبد الكريم النهشلي وإبراهيم الحصري وأبي جعفر القزاز وابن شرف القيرواني وأشهرهم طبعا ابن رشيق القيرواني وفي مراحل متقدمة بعد ذلك نجد ابن البناء العددي والعبدري وحازم القطجن وغيرهم من الملفت لإهتمامي فيما يتعلق بهذا الموضوع أن أغلب الذين كتبوا عن النقد المغاربي القديمي ركزوا على الفترة الممتدة من نهاية القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن الثامن الهجري نهاية القرن الرابع الهجري يعني فترة ابن رشيق القيرواني وطبقته باعتبارها فترة الازدهار والتبلور للنقد الأدبي في بلاد الغرب الإسلامي ولم يتعرض أحدهم أو أحد منهم إلى ما قبل هذه الفترة التي سبقت وأسست لها وكانت إرهاصا لظهورها إلا بشكل بسيط ولعل سبب ذلك عائد إلى نقص المدونات المغاربية في هذا المجال لكن مع الإقرار بندرة المصنفات النقدية والأدبية المغربية القديمة إلا أن المادة العلمية موجودة لكنها متناثرة في كتب الطبقات والتراجم والرجال والتاريخ والأنساب إلى جانب كتب الكنا والألقاب وبعض كتب الفقه والحديث وغيرها تحتاج إلى باحثين جيدين يخرجون لنا هذه المواد نعم تحتاج إلى باحثين جيدين يستخرجوا هذه القضايا النقدية وتحتاج إلى باحثين يمتلكون مختلف الأدوات العلمية يعني ليس المتخصص بالنقد والأدب فقط بل يجب أن يكون على الطلاع بما هو موجود في كتب الحديث وكتب الفقه باعتبار أن عصر التدوين نحن لما نتكلم عن المرحلة التي تسبق القرن الرابع الهجري يعني نتحدث من مرحلة التدوين العلوم الإسلامية من مرحلة التدوين العلوم الإسلامية البحث في هذه المرحلة شاق ومضمن جدا باعتبار أن العلوم لم تنفصل ذلك الانفصال الذي نعرفه اليوم طيب أيضا من هنا دكتور حمدي كما تفضل الآن دكتور محمود قائلا أن أبرز النقات في تلك الحقبة ذكر بعضهم ولكن يبدو أن أبرزهم هو ابن رشيق القيرواني فحدثنا عنه دكتور ابن رشيق القيرواني صاحب العمدة في نقض الشاء هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني نعم أديب وناقد وشاعر عاش في القرنين الرابع والخامس الهجريين ولد في مدينة المسيلة المسيلة بالجزائر الآن موجودة في الجزائر نعم تسمى أيضا تعرب بالمحمدية شرق الجزائر صحيح نعم طبعا كان موليده سنة سبعين وثلاثمائة وكان أبوه رشيق مملوكا روميا لرجل من أهل المحمدية من الأزد نعم من الأزدي نعم يعمل في الصياغة الذهب طبعا مدام يعمل في الصياغة الذهب لابد أن يعلم ابنه هذه الصنعة صحيح فرحل إلى القيروان لأن منطقته ليس فيها من العلماء مثل ما للقيروان من منزلة ومكانة وفيها كثير من العلماء وكثير من الأدباء وكان ذلك عام ست واربعمائة من الهجرة وصارت له شهرة ومدح صاحبها ابن باديس في سنة سبعة عشرة واربعمائة في بداية القرن الخامس نعم تصل بخدمات وكانت القيروان في ذلك الوقت عاصمة لدولة بنزيري الصنهاجيين يعني ربما بالضم وربما بالكسر يعني والضم والكسر عامة في اللغة العربية جائز لأن الضمة والكسرة من الحركات الضيقة التي ينوب بعضها منابى بعض صحيح هذه من القواعد اللغوية المضطردة عامة عندنا في اللغة جميل إذا اشتهر في تلك الحقبات بمدحه ابن باديس نعم وأيضا تلمذ لمشاهير علماء القيروان من أمثال أبي عبد الله محمد بن جعفر القزاز القيرواني النحوي اللغوي وأبي محمد عبد العزيز بن أبي سهل القشني الضرير وأبي إسحاق الحصري القيرواني والنهشلي والراوية محمد بن ريس السمين إلى غير هؤلاء مدح ابن رشيق حاكم القيروان معز بن باديس بقصائد حازت إعجابه وكان سببا في تقريبه ثم اتصل برئيس ديوان الإنشاء بالقيروان نعم أبي الحسن علي بن أبي الرجال الشاعر الأديب الفلكي ومدحه وألف له كتاب العمدة في محاسن الشعري ونقده وآدابه يعني هو بدأ شاعرا ثم ناقدا نعم ثم غالبا الناقد المتميز يبدأ شاعرا صحيح نعم إن لم يبدأ شاعرا يكون نقده ليس جيدا صحيح تكون له ملكة ويتذوق الشعر نعم يعني يجمع بجوار العلم المنضبط الملكة الذوقية صحيح وهذا ما يحتاجه النقد الأدري يعني بجوار الأمر المنضبط في الناحية اللغوية لابد من الذوق لابد من هذا الشاعر مطبوع أو شعره مصطنع إلى آخر من هذه الأمور له ديوان شعر دكتور نعم مشهور طبعا ابن رشيق عاش في القيروان إلى أن زحفت القبائل العربية طبعا القبائل العربية في القرنين الرابع والخمس الهجرين هي بنو هلال وبنو سلين صحيح هي اللي زحفت إلى بلاد المغرب العربي إلى مصر والمغرب العربي نعم نعم هي كان لها مزاياها ولها عيوبها من مزاياها أنها يعني مكنت لللغة العربية في هذه المنطقة وإلا كانت اللغة العربية تصير مثل ما صارت بلاد فارس وغيرها صارت بلاد فارس وغير بلاد فارس طيب إلى ما صارت إليه طبعا ترك القيروان ونعم وذهب إلى غادرها إلى مدينة المهدية أقام فترة في كنف أميرها تميم بن المعز لكنهم لبث أن ترك المهدية إلى جزيرة سقلية طيب وأقام بمدينة مازر إلى أن وفته مانيته سنة 56 و400 طيب دكتور وقيل 63 وقيل 64 أبرز الكتب باختصار طبعا لأن أغلب كتبه لم تصل إلينا كتاب العمدة في محسن الشعر ونقده وعيوبه له ديوان شعر جمعه الدكتور عبد الرحمن ياغي كتاب طراز الأدب كتاب الممادح والمذام كتاب أنموذج الزمان في شعراء القيروان قراضة الذهب أيضا من المشهور قراضة الذهب أرواح الكتب شعراء الكتاب الفسح اللمح غريب الأوصف ولطائف التشبيهات لمن فرد به المعداثون المعونة في الرخص والضرورات كتاب الرياحين كتاب صدق المدائح الأسماء المعرّبة أروا إثبات التدخل في اللغة التوسع في مضايق القول الحلة والاحتراس كشف المساوي في السرقات الشعرية نقد نعم قطع الأنفاس مجموعة رسائل اللفهر للرد على منتقديه وخصومه قطع الأنفاس قطع الأنفاس جميل الرسالة المنقوضة نسخ الملح وفسخ اللمح نعم في تهجين معاصره ابن شرف نقد الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية إلى غير ذلك جميل من هنا إذن دكتور محمود حدثنا إذن عن النقد ما زلنا فيه عند ابن رشيق القيرواني هذا الشاعر والناقد الفد من خلال كتابه العمدة نعم هو في الحقيقة ابن رشيق حقيق بالبحث والدراسة وعطفا على ما قاله أستاذنا حمدي فإن ميزة ابن رشيق من خلال كتاب العمدة هو أننا نجد أنفسنا أمام ناقد اكتملت في ذهنه رؤية نقدية وفق نسق ثابت كما يقال في لغة اليوم وهو بهذا من أوائل الذين جمعوا أغلب قضايا النقد القديمي في مصمف واحد بطريقة منظمة تساعد الناقد والمنتقد والمتعلم وليس كصنيع ابن سلام أو ابن المعتز أو الآمد وغيره ممن سلك مسلك التطبيق أو معالجة مسائل محددة في الطبقات يعني مثل ابن سلام في الطبقات نعم نعم الذين تناولوا قضايا منفاردة أو تناولوا نقطا تطبيقيا ولم يقدموا لنا نسقا ثابتا نسقطه على مختلف الأعمال الأدبية في ذلك الزمن أو في زمن غيره إذا أردنا فهم النسق النقدية لابن رشيق كذلك لابد من تأسيسه من خلال كتبه مجتمعة وليس كتاب العمدة فقط أخص بالذكر كتاب أنمود الجزمان في شعراء القيروان مع عدم إهمال كتاب قرادة الذهب كما ذكرتم سابقا وذلك لاعتبار أن العمدة للتنظير والأنمودج للتطبيق وهذا راجع لطبيعة موضوع كل كتاب في الأصل فالعمدة كما ذكرتم سابقا الكتاب أدب ونقط والأنمودج للتراجم فقط لتراجم الشعراء يعني العمدة عفوا دكتور محمود مرة أخرى العمدة للتنظير وكتاب الأنمودج للتطبيق فالضب يعني ابن رشيق القيرواني ألف في التراجم ولكن في تراجم الشعراء برؤية نقدية يعني هو لم يركز على القضايا التاريخية والروايات وإنما ركز على ما يفيد الباحث في الأذب والنقدي في هذا الثدد يؤخذ ابن رشيق فيما يتعلق بكتاب العمدة يؤخذ ابن رشيق من طرف بعض الباحثين المعاصرين أن حظه من الأصالة ضائل وأن صهره لآراء من سبقه قد أخفى أخذه عنه لكن الحقيقة هي أن من أسرار تميز ابن رشيق هو فصن ترتيبه وسوقه لآراء غيره بطريقة تغني عن العودة لكتب النقد الأخرى السابقة خاصة وكما قال ابن خلدون في حقه ولئن كان حظه ابن رشيق من الأصالة ضائل إلا أن هذا لا يعني عدم حضور شخصيته ومواقفه بالمختصر إذا أردنا جمع تجربة ابن رشيق قيرواني النقدية من خلال العمدة فإننا نجد التالي أولا نجد لدى ابن رشيق طرافة التجربة إذ أنه سابق لغيره في منهج تناول بعض القضايا النقدية ثانيا نجد لدى ابن رشيق الجرأة لأنه خالف أعلام النقد في عصره وناقض آراءهم بما يسمى اليوم بنقد النقد ثالثا نجد عنده كذلك طرافة الرأي رابعا نجد لديه كذلك الثورة على بعض التقاليد الشعرية وعلى المتطفلين في الميدان الأدبي المطلع على تراث ابن رشيق يشعر بتلك الشخصية الثائرة لدى هذا العلم حيث أنه ليس ذلك الشخص الذي يجمع أو ينقل آراء الآخرين من غير نقد سواء كانت متعلقة بالأدب والشعر بصفة خاصة أو بغيرها من القضايا كالتاريخ وغيره النقطة الأخيرة وهي اتساع نطاق الفهم النفسي عنده لوظيفة الشعر يعني ابن رشيق ليس لرغم تقدمه ليس كغيره من النقاد الذين يركزون على القضايا المتعلقة باللغة والذوق فقط وإنما يعطي للأدب ذلك النطاق الإنسانية الواسع جميل إذن مشاهدين الكرام فنتوقف الآن هذه الوقت القصيرة مع فقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر أبي البقاء الرندي صاحب مرثية الأندلس أبو البقاء الرندي هو صالح بن يزيد الأندلسي لقب الرندي نسمة إلى مدينته رندا الواقعة في جنوبه الأندلس وكان يكنى بأبي البقاء وأبي الطيب ذا عصيته بعد قصيدته الشهيرة التي تعرف بمرثية الأندلس قال فيها لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين محازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام ودكتور حمدي كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن ندن رشيق القيرواني الكاتبي والناقدي والشاعر الآن سنتحدث أيضا عن علم وعالم من علماء القيروان هو القزاز القيرواني نعم تفضل هو أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي المعروف بالقزاز القيرواني كان إماما علامة قيما بعلوم العربية وكان الغالب عليه علما نحو واللغة والافتنان في التواليف تأليف يعني من ذلك كتاب الجامع في اللغة وهذا الكتاب يقول عنه يقوت الحموي وإن لم يكن هذا الكتاب قد وصل إلينا يعني مثل كتاب التهذيف في اللغة في الكبر في كبر حجمه ورتبه على حروف المعجم وله كتاب ما يجوز للشاعر استعماله في ضرورة الشعر كان مهيبا عند الملك والعلماء محبوبا عند العامة يعني كان قليل الخوض إلا في علم دين أو دنيا يملك لسانه ملكا شديدا نعم كان له شعر مطبوع مصنوع ربما جاء به مفاكهة وممالحة اتصل بالخليفة الفاطمي المعز لدين الله في سنة إحدى وستين وثلاثمائة قبل أن انتقل إلى مصر ظل بأمنه أن يضع كتابا في الحروف لعله في حروف المعاني مثل مغني اللبيب يعني وضع كتابا في هذا نعم نعم لكن للأسف ليس من الكتب الموجودة الآن في كتب حروف المعاني رحل إلى بلاد المشرق وأخذ عن الآميري صاحب ابن دريب والأخفش وأقام مدة طويلة في مصر خدم الفاطميين وبخاصة العزيز الذي ألف له عدة مؤلفات ورجع إلى إفريقية بعد موت العزيز سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الهجرة على الظن الغالب فدرس اللغة والأدب وقد أثنى على القزازي كثير من العلماء من معاصريه ومن جاء بعدهم يقول تلميذه الحسن بن رشيق في كتابه الأنموذج إن القزازة المذكورة فضح المتقدمين وقطع السنة المتأخرين وكان مهيبا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس محبوبا عند العامة قليل الخوض إلا في علم دين أو دنيا يملك لسانه بلكا شديدا هذا قول ابن رشيق ابن رشيق تلميذ القزاز ومن تلاميذته غير ابن رشيق ابن شرف ويعلى الأريسي وابن الربيب عبد الرحمن المطرز إلى آخره من هذه الأمور نعم طبعا هو توفي بالقيروان سنة 12 و400 من الهجرة له تصانيف كثيرة منها أبياته معاني من شعر المتنبي أدب السلطان والتأدب له عشرة مجلدات أعراب الدريديرية مجلد واحد لعلها القصيدة المقصورة لابن دريد نعم التعريض والتصريح التفسير غريب البخاري الجامع في اللغة الحروف في النحو كما قلنا الحروف المعاني شرح رسالة شرح رسالات البلاغة شرح رسالة الشيخ أبي جعفر العدوي شرح مثلثات قطرب نعم كتاب الضاد والضاء ضرائر الشعر كتاب الغلام وصف الشاب لأنه مؤلفات متنوعة في العنون متنوعة لكن الغالب عليه موضوع اللغة فيه اللغة والنحو كثير ما شاء الله يعني صحيح لكن للأسف أغلب هذه الكتب لا يرمجوا بضاعت لا ندري هل هي من الكتب التي ضاعت أم أنها مخطوطة إلى الآن وموجودة في لم تحقق لم تحقق أنا لا أعرف لعل إخواننا في بلاد المغرب يكشفون لنا عن هذه الأمور صحيح ويخرجونها من ضابير المكتبات إن شاء الله تعالى طيب من هنا إذن هذا عود دكتور محمود عود لابن رشيق فله كما ذكرنا شعر جيد جمعة في ديوان ألا تحدثنا عنه دكتور نعم بكل فاح وصرور أستاذ الكريم هو أشكركم على هذا السؤال فقط أستسمحكم بما أن ديوان ابن رشيق موجود ومتاح للقارئ أريد أن أجيب على سؤالكم هذا بمقاربة نقضية يعني نريد أن نقدم رؤية تحليلية للشعر ابن رشيق عموما يعتبر ابن رشيق أو يعتبر ابن رشيق أن الشعر يقوم بعد النية على أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية يعني هذا هو حد الشعر عنده يعني تعريفه له أربعة أركان هذا هو حد الشعري أو هذا هو مفهوم الشعري عند ابن رشيق اللفظ عفوا عفوا دكتور اللفظ والوزن والمعنى والمعنى والقافية والقافية نعم هو بصراحة هذا المفهوم لم ليس بدعا من ابن رشيق فنجده كذلك عند قدامى ابن جعفر وغيره لكن يمكن القول أن ابن رشيق تميز بكون كمالي ونطج الأفكار يبدو واضحا في مفاهيمه فتأكيده للمعنى إلى جانب اللفظ والوزن يبين مركزيته في الشعرية العربية بالرغم من أن النقاد السابقين لم يهملوه كما يفهم من السياق لكن عدم التنصيص عليه أقصد بذلك يعني في كتب النقد مثل العمدة عدم التنصيص عليه يفتح باب الجدل والمناقشة كما وقع مع الجاحث فيما يتعلق بقضية اللفظ والمعنى هذا المفهوم للشعر نجده عند ابن رشيق تطبيقا في أشعاره الكثيرة التي جمعت أول مرة على يد الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب التونسي ثم أضاف لها الأستاذ عبد العزيز الميمني مجموعة معتبرة من الأشعار في كتاب النتفي من شغري ابن رشيق وابن شرف ثم جمعت للمرة الثالثة وهو ما يعرف اليوم بديوان ابن رشيق على يد الأستاذ عبد الرحمن ياري نجد لدى ابن رشيق أشعارا في مختلف ألوان الشعر لكنه يميل نحو رفض الهجاء كما قرره في كتاب العمدة فكثيرا ما يشيد بأولئك الذين رفضوا الهجاء لوراعهم ويقرع أولئك الذين أفرطوا فيه وهذا النهج دافعه أخلاقي ديني وهو يبدو متوافقا مع شخصية ابن رشيق المائلة نحو الداعة والاعتدال وهذا الميل نحو النقد الأخلاقي أو الديني نجده غالبا في منطقة شمال إفريقيا أو ما يعرفه بالغرب الإسلامي يعتبر ابن رشيق أو يعتبر ابن رشيق أن اللفظ جسم رفه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوته يرى كذلك أن الطبعة والصنعة مذهبان مضطاردان في الشعر وأن الصنعة ليس المستقبح منها إلا التكلف الذي يشين الشعر أما تحسين اللفظ وتجويد صناعته وإحكام معناه فذلك من محاسن الشعر بالمجمل نقول أن شخصية ابن رشيق الناقد غلبت على شخصية ابن رشيق الشاعر لذلك فهو يعرف في الأوساط العلمية والأدبية والنقدية بكونه ذلك الشاعر ليس لأن الشعره ضعيف بل لأن شخصية النقدي أو لأن قوة أرائه النقدية وقوة مؤلفاته النقدية غلبت شخصيته الشعرية أو الشاعرية وإلا فإننا أمام شاعر فحل تشهد له أشعاره وقصائده كالعادة دكتور لم يبقى من الوقت إلا القليل نحاول الاختصار حدثنا إذن دكتور عن كتاب للقزاز القيرواني مهم في الضرورة ما يجوز للشاعر في الضرورة معلوم بأن الكلام كما هو معروف عند المشاهد الكريم الكلام نوعان شعر ونثر والعلماء قالوا يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر صحيح وجدت طبعا عند شعرائنا القدماء بعض الأمور التي خرجت عن القواعد المضطردة سواء كانت في البنية أم في الإعراب أم في غير ذلك فلذا من العلماء تجاه هذه الأمور التي رأوها عند شعرائنا المتقدمين وخاصة في العصور التي يحتج بها وقفوا موقفين من العلماء من يقول بالسليقة اللغوية وأن الشاعر العربي القوح لا يخطئ في اللغة لم يقولوا بالضرورة الشعرية وإنما تكلفوا تأويلا لبث بهذه الأمور أو أوجدوا لها رواية أخرى تصح مع القواعد المضطردة الفريق الآخر هم الذين قالوا بوجود ضرورة شعرية ومن هؤلاء العلماء الحمزة بن الحسن الأصبهاني والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني وابن شرف القيرواني وكاتبنا القزاز القيرواني وتحدث في كتاب كامل عن الضرورة الشعرية سواء أكانت بالزيادة أم بالنقص سواء أكانت بالإبدال سواء أكانت بالتقديم أو التأخير أو غير ذلك ولكن أخذت عليه بعض الأمور بأنه لم يخطط منهجا منسقا أو متكاملا يعني يتكلم عن الضرورة في اللفظ ثم يأتي بالضرورة في المعنى ثم يعود إلى الضرورة في اللفظ يعني غير متسق الأمر الأمر الآخر قالوا أنه يتبع أسلوبا أو منهجا واحدا في معالجة كل ضرورة يبدأ ببيان نوع الضرورة الجائزة للشاعر يسوق شهدنا أكثر من الشواهد على ذلك يوجه مخالفة الشاعر للأصل فيها ويعلل لجوازها وكثيرا ما يورد من أقوال علماء اللغة ما يكشف عن وجه الصواب فيها طبعا وجه الصواب في مثل هذه الأمور بأن فيه بعض الأمور التي قالوا بضروراتها ما يمكن تخريجه على لغة من لغات العرب نعم يعني مثل ألم يأتيك والأنباء تمي بملاقة لبون وبني زياد يأتيك نعم هذه لغة من لغات العرب التي تعرب المعتل بالحركات رفعا ويعني مثلا يأتي يوكا في الرفع هكذا يأتي ياكا معروف في النص في الجزم قالوا يأخذ حكم الرفع في أنه مجزوم بالسكون المقدر لغة من لغات العرب وهذه لغة من لغات العرب ووردت في القراءة الشاذة صحي نعم وإلى آخره من المتقدر إذن دكتور نكتفي بهذا القدر وبأقل من دقيقة لو سمحتم دكتور محمود حدثنا عن شعر القزاز القيرواني تفضل نعم أستاذي كريم يعني باعتباري الارتباط العلمي يعني الموجود بين ابن رشيق قيرواني والقزاز قيرواني فإن مفهومة الشعرية عند الرجلين القزاز وابن رشيق يعني شبيهة إلى حد بعيد لكن شخصية القزاز التي يغلب عليها الجانب النحوي لذلك فإنه لما ألف في الانتقاد الأدبي قبل أن تطرق إلى الشعر طرقه من جهة اللغة ونعني بذلك الضرورات الشعرية كما شرح قبل قليل أستاذنا حمدي فقط هو لما تناول نقض من جوانب اللغوية تحدث عن ما يتعلق بالضرورات الشعرية وأن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر وهو بذلك يخالف أو يشكل اختلافاً عن كثير من الكتاب والنقاد الذين كتبوا في هذا الموضوع حيث أن الأذيبة يدافع عن الشعراء وأن اللغوية يدافع عن اللغويين لكن القزاز هنا شكل العكس حيث أنه لغوي دافع عن الأدباء باعتبار أن لغة الشعر تختلف عن لغة النثر هذه الرؤية النقدية تجاه الشعر نجدها واضحة في المقطعات الشعرية التي وصلتنا عن القزاز فالقارئ لأشعاره لا يشعر أنه يقرأ لنحوي منضبط بقدر ما يشعر أنه أمام شاعر ملهم يفيد بالوجدان والأسجان لكن ما حصل مع ابن رشيق تماما نفسه حصل مع القزاز حيث أن حضور الشخصية العلمية في الحقل الثقافي والمعرفي غالبت حضور الشخصية الأدبية ولم يشكل الاستثناء في هذه الطبقة من الأدباء والشعراء إلا ابن شارف القيرواني الذي اشتهر بكونه شاعرا أكثر من كونه ناقدا جميل إذن بهذا الاختصار أيضا دكتور نفسي نحاول أن نأتي بالرخص في الشعر لابن رشيق أعلم أنها متفرعة نحاول أن نختصرها نعم يعني هو ابن رشيق القيرواني الرخص مثل هي الضرورات الشعرية نفس القضية لكن أردنا أن نعرضها حتى يكون المشاهد الكريم على بينا بأن الرخص هي الضرورات وقد تناولها ابن رشيق القيرواني كما تناولها النحات واللغويون لأن الموضوع الضرورات لكن ابن رشيق معلوم بأنه أديب ناقد له ذوقه وله اختياراته تكلم عن الحذف ومن ذلك قصر الممدود على مذاهب أهل البصرة والكوفة جميعا نعم ومن ذلك وصل ألف القطع وهو قبيح قال حاتم طي أبوه أبي والأمهات ثم هاتنا فأنعم في ذاك اليوم أهلي ومعشاري هذا وصل القطع قبيح نعم قال بعضهم إنما الرواية والأم من أمهاتنا هنا عندما يأتي برواية أخرى انتهت الرواية الأولى نعم وله تخفيف المشدد في القافية أما في حشو البيت فمكروه جدا حذف التنوين للتقاء الساكنين قل وربما حذف النون الساكنة مثل قول الشاعر فلست بآتيه ولا أستطيعه ولا كسكني إن كان ماء كذا فضلي ولا كسكني نعم الأصل ولكن أن يحذف الألف واللام أو الإضافة ما يحذف للتنوين مثل قول الشاعر كنواحي ريش حمامة نجدية نواحي نعم ثم يذكر أمثلة على حذف حرف من الكلمة كقول العجاج قواطنا مكة من ورق الحمي أصله الحمامي حذف الميم ثم الألف أمالها إلى الياء أو قلبها ياء نعم حذف حرف أيضا كأن إبريقهم ضبي على شرف مقدم بسبى الكتاني ملثوم بسبى إب الكتاني إلى آخره من أمور الحذ التي ذكرها ذكر أيضا من أنواع الحذ انتقل إلى الإبدال ويبدلون من الحرف السالمة حروف المد واللين لها أشارير من لحم تثمره من الثعالي ووخز من أرانيها طيب النقص ده دكتور الثعالي الثعالي أرانيها أبدا النقص يعني يعني من أجل الضرورة مثلا حتى إذا بلت حلاق مل حلق الحلق 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 الجمع نعم فقال الحلق ضرورة ألجأته إلى أن أن ينقص المد نعم حرف المد من أجل صرف ما ينصرف إلى آخره من الأمور الأخرى التي يعني تكلم فيها القدماء هذه موجودة وكثير منها موجود ومعروف بأقل من دقيقة نختم إذن معك دكتور محمود بالمختصر يعني حدثنا إذن عن عموما عن الأدب والنقد في شمال أفريقيا عموما إذا أردنا أن نتحدث عن الأدب والنقد يعني هو يصعب اختصار الموضوع ولكن نستطيع أن نجمل الموضوع في بعض القضايا المهمة أول شيء الأدب والنقد في منطقة شمال أفريقيا تأثر كثيرا بقضايا سياسية ومعرفية ارتبطت بالدول المتعاقبة على المنطقة بدءا من الأمويين في الأندلس ثم الفاطمين الأغالبة إلى الموحدين والمارينين وغيرهم يعني في كثير من الدراسات العلمية التي تتحدث عن النقد والأدب في منطقة شمال أفريقيا تربطه أساسا بالدولة الصناعجية كما ذكرنا سابقا ولكن الحركة الأدبية والنقدية الحقيقية بدأت في منطقة شمال أفريقيا بالأغالبة طبعا توجد الإرهاصات التي وجدت قبل هذه المرحلة مع الفاتحين الأوائل لكن الحركة المنظمة بدأت مع الأغالبة الذين تميزوا بميلهم إلى الفكر المعتزلي وهذا ممكن من الأمور التي سعادتهم على أن يكونوا أكثر فتاحا في التعامل مع القضايا المعرفية وخاصة الأدب مما تجدر الإشارة إليه كذلك باختصار هو أن النقدة والأدب في المغرب العربي وأخص بالذكر النقد عرف الكثير من التيارات نجملها في التيار اللغوي يعني ويترقصه القزاز القيرواني ونجد كذلك التوجه الديني القيمي ونجده لدى بري الرياضي الذي هو بالمناسبة بغدادي رحل أبوه إلى منطقة شمال إفريقيا ونجد كذلك من كان نقده نظريا علميا كالرخيق القيرواني ونجد من كان جامعا لمصطلح النقد فتوسط بين أولئك جميعا كعبد الكريم النهشلي وتلميذ بن رشيق القيرواني الذان يجمعان في نقديهما بين القيم واللغة والذوق والفن وهي المعطيات التي تمنح صاحبها لقب الناقدة المحترفة هذا بشكل مجلل يعني بجملة أخيرة هو يتميز بالاعتدال في المنهج عموما في هذه المنطقة نقد والأدب نعم هو باعتبار أنه طلع على أغلب المدونات النقدية والآثار الأدبية التي سبقته باعتبار أنه يعتبر متأخرا بعض الشيء فإنه استفاد من كل هذه التجارب وسبكها لنا في كتاب المعروف العمدة في الأدب ونقده وتميز في تأليفه هذا لذلك جعل الله أو كتب لهذا السفر الجليل هذا القبول من المشرق إلى المغرب إذن في ختم فكرة موضوع حلقاتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر اسكايب إذن من تركيا دكتور محمود بن راس شكرا جزيلا لكم دكتور محمود بن راس أستاذ اللغة العربية المساعدة جامعة قريسون التركية العفو أهلا بكم مشاهدين الكرام نبقى الآن مع وقفة قصيرة وفقرة سيرة عالم ستكون هذا الأسبوع مع ابن رشيق القيرواني الأديبي والناقد والشعر ابن رشيق القيرواني هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني أديب وناقد وشعر عاش في القرنين الرابع والخامس الهجريين ولد في مدينة المسيلة بالجزائر ونشأ بها وتعلم هناك وقال الشعر قبل أن يبلغ الحلم ثم ارتحل إلى القيروان واشتهر بها ومدح صاحبها ابن باديس اختلط ابن رشيق القيرواني بالأدباء والشعراء القيروانيين وأخذت ملكته الشعرية تتفتح واشتهر بجودة الخاطر وحسن القريحة وكانت له كثير من الأشعار التي تتميز بصورها البديعية وحسن تناغمها وأثرها الكبير في النفوس ألف ابن رشيق كتبا كثيرة ضاع بعضها ووصل إلينا بعضها وأشهر مؤلفاته العمدة في محاسن الشعر ونقده وآدابه والذي توج فيه حركة النقد الأدبي التي ظهرت في المغرب ومن كتبه المشهورة أيضا قراضة الذهب في نقد أشعار العرب تعرض فيه للسرقات الشعرية والمعاني التي يأخذها شاعر من نظير له وما يعد منها في باب السرقة وما لا يعد وله ديوان شعر جمعه الدكتور عبد الرحمن ياغي توفي ابن رشيق للقيرواني بما زر إحدى قرى جزيرة السقلية سنة 63 و 400 للهجرة وقيل سنة 56 و 400 للهجرة أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام في لسان العربي من الرافدين وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء السادس حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في البيان القرآني ونبدأ من قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا في سورة الجمعة ما معنى أسفارا دكتور وما لغتها؟ الحمد لله صلى الله وسلم ورسول الله يذكر السيطي في كتابه الذي نتناوله بالشرح والتفسير بأن الواسطي ذكر في الإرشاد هي الكتب بالسوريانية وقال الكرماني في غرائب التفسير له كتاب الكرماني تفسير اسمه هكذا يقول هو نبطي أولا السوريانية لهجة من لهجات الأرامية يعني لهجة من لهجات العربية الأولى النبطية كذلك بل قالوا إن النبطية أو النبط هم قوم من العرب كانوا يسكنون في ناحية شبج جزيرة السيناء وبلاد المملكة الأردنية الآن وهم أقربوا إلى قريش من عرب الجنوبيين هكذا قالوا ولذا هذه اللفظة هي كليبة عربية يعني بكل أمورها سفر أسفار أسفار معنى الكتب نعم نعم إذن أيضا مشاهدين من ذلك في قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري في آل عمران ما معنى إسري هنا وما لغتها دكتور نعم يذكر السيوطي أن ينقل عن أبو القاسم في كتاب لغات القرآن بأن معناها عهدي بالنبطية نعم الكلمة عربية الفراء يقول والإسر العهد كذلك قال في آل عمران وأخذتم على ذلكم إسري والإسر ها هنا الإثم إثم العقدي إذ ضيعوا كما شدد على بني إسرائيل وقال الزجاج الإسر كذا إلى آخره من الأمور والمشتقات المختلفة للكلمة مما يبين أن الكلمة عربية عربية نعم أيضا مشاهدين الكرام في قوله تعالى يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين هنا ما معنى أكواب وما لغتها دكتور يحكي ابن الجوزي أنها الأكواز بالنبطية وقال ابن جرير بسنده يقول الأكواب جرار ليست لها عرى وهي بالنبطية كوبا الكلمة عربية نعم ذكرها الفراء دون نسبتها إلى أي لغة أخرى قال الكوب ما لا أذن له ولا عروة له والأباريق ذوات الآذان والعرى مدى ما ذكرها الفراء إذن الدشير يقول الظاهر أن الكلمة من موافقات اللغة موافقات يعني تشترك في اللغة سامية ككل جميل في آخر آية دكتور في قوله تعالى كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة في التوبة ما معنى إلا وما لغتها نعم يقولون بأن الإل بالنبطية اسم الله تعالى والأصفهاني في المفردات يخطئ هذا الرأي ويقول وقيل إل وإيل اسم الله تعالى وليس ذلك بصحيح قال السمين الحلبي يمكن أن يقوي ما ذكر بأنه قد أضيف إلى الله تعالى في حديث لقطة أنبئك بمثل ذلك في إل الله أي في قدرته وإلهيته فلو كان اسم لله لما أضيف إليه لا سيما وقد فسره العلماء بالقدرة والإلهية وفي حديث الصديق رضي الله عنه وقد عرض عليه كلام مسيليمة الكذاب لعنه الله إن هذا لم يخرج من إل يعني من ربوبية ومن هنا غلط من جعله اسم لله وفي الحديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم قال أبو عبيل المحدثون يروونه بكسر الهمزة والمحفوظ عندنا فتحها وهو يعني ألكم يعني هي عربية سواء كأتل أو أل نعم عربية معنها العهد إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت وأستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية جزاكم الله خير الجزايا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وإياكم ونلقاكم مشاهدنا الكرام إذن الأسبوع المقبل بإذنه تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه أيهاو موسيقى